السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الجمعة الثلاثين من شهر زبتمبا 2022 جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا أوروبا والعالم بطبيعة الحال وكالعادة من مصادر موتوقة نبدأ بالخبر الأول الذي تتكلم عنه الصحف الألمانية وأحضره لكم من جريدة شبيغل الشخص الذي تشاهدونه في الصورة هو كلاوس ميلا وهو رئيس بوندس نتس أجنتور يعني الهيئة الحكومية للشبكة الطاقية في ألمانيا يعني هو المكلف بمخزون الطاقة بالكهرباء بالتدفئة بالغاز البنزين يعني هذه هي هو رئيس الإدارة الحكومية الخاصة بهذه الأمور وتابعة للحكومة الألمانية المهم هو غاضب وينتقد سكان ألمانيا ويقول لسكان ألمانيا توقفوا وقللوا من استعمال الغاز وإلى درجة الانتقاد يعني هو انتقد وقال للناس بأنه لاحظ مؤخرا لأنه هو رئيس الأمور الخاصة بالطاقة في ألمانيا يعني عنده جميع الأرقام الخاصة باستهلاك الطاقة ولاحظ من خلال مكتبه ومن خلال عمله بأنه في الفترة الأخيرة التي نزلت فيها درجة الحرارة في ألمانيا أن الناس بدأوا يستعملون التدفئة وبدأوا يفتحون هايتسونج وقال بأنه هذا الأمر هو استغرب منه وهذا الأمر يعني أقلقه كثيرا لذلك طلب من الناس البدء بالاقتصاد مجددا باستعمال الطاقة وعدم استعمال هايتسونج بشكل كبير لأنه حسب رأيه بأنه لو الناس من الآن بدأت تستعمل هايتسونج وبدأت تستعمل تدفئة فإنه سندخل في مرحلة حارجة بفصلي الشتاء ما رأيكم أصدقائي بأن الحكومة الألمانية تتدخل أيضا بهذه الأمور وتملي على الشعب وينتقد الشعب مثلا الموظف الحكومي السيد كلاوس مولا الذي ينتقد الشعب ويراقب أيضا استهلاك الشعب للطاقة والتدفئة ويقول للناس لا تستعملوا التدفئة بشكل كبير هل ترون بأن هذا الأمر جيد وسوف يشجع الناس أيضا على الاقتصاد بالطاقة أم ترون بأن هذا الأمر هو تدخل بالحياة الشخصية للناس لأن عموما أغلب الناس بدأت تقتصد مجموعة كبيرة من الناس لا تفتحوا هايتسونغ لكن هناك ناس عندهم أطفال عندهم ناس مرضى وبطبيعة الحال يفتحون هايتسونغ إلى 20 درجة 21 درجة 22 درجة لكن أصدقائي نلاحظ بأن في الفترة الأخيرة منذ أن بدأت كورونا الحكومة بدأت تتدخل في أمور كثيرة بحياة الناس بطبيعة الحال هناك من يشجع هذا الأمر لكن هناك من ينتقد هذا الأمر لأنه لا ننسى بأنه في فترة كورونا منع الناس من الخروج كان هناك منع للتجول كانت هناك غرامات لمن يخرج ليلا أو يتنقل ليلا أو يسافر أو يعمل كذا وكذا فنلاحظ بأن العالم يتوجه إلى الأمور الخاصة بأن الحكومات بدأت تخرج من ذلك النظام الليبرالي المتفتح إلى نظام مراقبة الشعب أصدقائي نمر أصدقائي إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية وهو الأحزاب التلاتق الحاكمة التي تسمى أحزاب إشارة المرور الضوئية حزب اسبيد الاشتراكي حزب الخضر والحزب الليبرالي اتفقوا الآن أصدقائي على عمل حزمة مالية كبيرة جدا جدا تقدر بـ 200 مليار يورو هذه الحزمة المالية هي ديون يعني الدولة ستأخذها ديون أصدقائي من أجل مساعدة الشركات ومن أجل مساعدة الناس لكن هذه الحزمة المالية الكبيرة سيكون فيها أيضا دعم كبير للغاز أصدقائي كي لا ترتفع بشكل كبير الفاتورة هذا الأمر فرح له الأحزاب الأحزاب التلاتة يعني شجعت الأمر وفرحت للأمر لكن المعارضة انتقدت الأمر مثلا حزبات سي دي او المعارض قال هذه المائتين مليار يورو هي مجددا ديون جديدة تأخذها الحكومة الألمانية وهذه الديون سوف يأتي يوم ويجب إعادة دفعها أصدقائي أيضا أصدقائي تتكلم الصحافة الألمانية على ارتفاع الأمراض الخاصة بأمراض الإنفلوانزا وأمراض التي الخاصة مثلا برشحة البرد إلى آخرين لاحظوا بأن مجموعة من الناس بدأوا الآن يمرضون مجموعة من الفيروسات الخاصة بالإنفلوانزا بدأت أيضا تنتشر بهذه الفترة من الفترات أصدقائي فردوا بلكم بطبيعة الحال لأنه الآن دخلنا بفصل الخريف الجو بدأ يبرد ولذلك الأمراض يعني بدأت تنتقل بين الناس أيضا أصدقائي خبر آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية هم استغربوا من هذا الخبر يقولون بأن الحكومة الألمانية وافقت بشكل مفاجئ جدا على إرسال أسلحة وإلى المملكة العربية السعودية ونعلم بأن الحكومة الألمانية كانت تقول بأنها لا ترغبوا أن ترسل أسلحة أو تبيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية لكن يبدو أنه بعد زيارة مستشار ألمانيا إلى المملكة العربية السعودية ولقائه هناك مع الأمير محمد بن سلمان لأن ألمانيا بحاجة ماسة إلى النفط بحاجة ماسة إلى الغاز يبدو أن ألمانيا غيرت رأيها وقالت سوف نوافق على إرسال الأسلحة التي اشترتها المملكة العربية السعودية لمرة واحدة يعني هذه فقط موافقة لمرة واحدة وليس بشكل دائم وما استغرب له أيضا الجميع هنا في ألمانيا هو أن حزب الخضر لأن حزب الخضر أيضا ضمن الحكومة كان يرفض رفضا نهائيا أن تباع أو ترسل أسلحة إلى السعودية لكن الآن يبدو بأن الحزب الخضر وافق هذه المرة لإرسال الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية أصدقائي أيضا تتكلم الصحافة الألمانية على الموضوع الخاص بالتخريب الذي تعرض له أنبوب نوردستريم واحد وأنبوب نوردستريم اثنين الذي ينقل الغاز بين روسيا وألمانيا ويمره بالبحر وقالوا بأنه يوم أمس تكلم الرئيس التركي رجب طيب أردغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكلموا هاتفيا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس التركي بأنه يعتبر الاعتداء والتخريب الذي تعرض له أنبوب نوردستريم واحد واثنين يعتبره إرهابا عالميا وهو يوجه اتهامه إلى الدول الغربية لكن الدول الغربية قالت بأنه هي توجه اتهامها إلى روسيا لأنه روسيا حاولت أن تعمل أو تخرب هذا الأنبوب كي ترسل إشارة قوية إلى أوروبا وكي تساهم بنشر وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في أوروبا فإذا كما تلاحظون أصدقائي مثل كرة مضرب كل واحد يرمي المسؤولية للآخر الغرب يتهم روسيا روسيا تتهم الغرب والشعب يدفع الفاتورة بالغلاء والتضخم أيضا تتكلم الصحافة الألمانية على أنه الرئيس التركي غاضب جدا من تصريحات كوبيكي وهو من حزب FDP الليبرالي من تشاهدونه هنا في الصورة هو فولفغانغ كوبيكي وهو سياسي مشهور جدا في ألمانيا وكان يشغل أيضا كمنصب وزير بحكومة شليسفيك هولشتاين لسنوات متعددة وهو نائب رئيس حزب FDP الليبرالي الذي يوجد بالمعارضة المهم قام نائب رئيس حزب FDP أصدقائي بانتقاد وكما قالوا بالصحافة قال باتجاه الرئيس التركي كلاما جرح الرئيس التركي كما تلاحظون أصدقائي هنا بالصحافة الألمانية قال له كلام سأخبركم قال له مسابة هاي المسبة أصدقائي بأحد الأمور الخاصة بالحملة الانتخابية يعني قال كلام مثل يعني كلاين كانال غاتة يعني كانال غاتة غاتة هي هو الجرد وكانال هو المجاري ويعني مثل صغير جرد المجاري أصدقائي يعني الغاتة هناك ماوس هو الفأر والغاتة هو الجرد أكبر من الفأر فقال هذا الكلام وهذا الكلام أغضب جدا الرئيس التركي الذي اعتبره إهانة لرئيس دولة الحكومة الألمانية مباشرة ووزارة الخارجية مباشرة قالت بأنها ضد هذا الكلام الذي قاله فولفغانغ كوبيكي وقالت بأنه هي ترغب الحكومة الألمانية يهمها أنه يكون هناك دائما مع رؤساء الدول الاحترام نائب لذلك أقدم رئيس تركي الآن على رفع دعوة قضائية وعمل أنتصيغ عند الشرطة الألمانية هنا في ألمانيا عن طريق محامي ألماني من أصول تركية يعيش في ألمانيا عمل الآن دعوة قضائية ضد نائب رئيس الحزب الليبرالي فولفغانغ كوبيكي أصدقائي قال بأنه لم يكن يقصد إهانة الرئيس التركي وقال بأنه شبهه بهذا التشبيه لأن الجرد دكي وهو شبهه بأنه شخص دكي وشخص يعرف كيف يتعامل مع المشاكل وشخص إلى آخره يعني الرئيس التركي يعتبر الأمر إهانة ونائب رئيس حزب FDP الليبرالي يقول أنه لم يسبوا أصدقائي ما رأيكم أصدقائي بهذه الأمور الخاصة بالسياسة؟ هل من الواجب مهما كان هناك اختلاف بالرأي مع رؤساء أحد الدول بأن لا يصل الأمر إلى مسابات؟ أم أنه عندكم رأي آخر بالمسألة؟ أيضا أصدقائي تتكلم الصحف الألمانية وتقول بأن الرئيس الروسي أعلن هذا اليوم ضم المناطق التي سيطر عليها بشرق أوكرانيا ضمها هذا اليوم رسميا إلى روسيا وأصبح يعتبر تلك المناطق بأنها أراضي روسية ويحدر أي أحد أو يحدر أيضا أوكرانيا بأن تقوم بمحاولة تحرير تلك المناطق التي سيطرت عليها روسيا ويقول بأن أي هجوم من أجل الدخول إلى تلك المناطق فهو يعتبره هجوما واعتداءا على روسيا ويقول السياسيون الروس بأنه لو حاول أحد الدخول إلى تلك المناطق التي سيطرت عليها روسيا لأنها تعتبرها أراضي روسية يسمح لروسيا باستعمال أي سلاح بامتلاكها أيضا أصدقائي تتكلم الصحف الألمانية على هذا الغلاء بالمواد الغدائية الغلاء بالأكل والشرب الغلاء بالمواصلات تذاكر المواصلات غلاء مصادر الطاقة كل شيء أصبح غالي فأصبحوا يسألون من سوف يدفعوا تمنى هذه الفاتورة وأصبح أيضا عدد كبير من الشباب وأيضا عدد كبير من العائلات الشابة أو من الطلب الجامعيين أو من الناس الذين يعملون أو سبيلدونج أو الناس الذين دخلهم ضعيف أصبحوا يتساءلون كيف سوف نعيش كيف سوف ندفع هذه الفاتورات كيف ستكون الأمور بالمستقبل كيف سيكون مصيرنا ومشتقبلنا لو استمر هذا الغلاء الفاحش لمدة طاولة فبدأ الآن القلق والخوف والرعب والضغوط النفسية تسيطر على المجتمع الألباني خصوصا الشباب منهم وخصوصا الطلبة وخصوصا الناس الذوية الدخل الضعيف صراحة يجب وقف الحرب والاتجاه إلى السلام بأسرع وقت لأن الشعب هو من يدفع التمن أيضا أصدقائي نتكلم على ما قالته وزيرة الخارجية الألمانية السيدة بيغبوك التي طالبت بمعاقبة إيران وطالبت بفرض عقوبات اقتصادية على إيران وقالت أيضا بأنها قامت باستدعاء السفير الإيراني وأيضا بيغبوك السيدة بيغبوك تطالب أيضا بتدخل أوروبي وتدخل عالمي لمعاقبة النظام في إيران وأيضا رئيس حزب الخضر السيد نغيبوك وهو من أصل أيضا إيراني هو ألماني لكن أصوله إيرانية قال بأنه أيضا يطالب بعقوبات ضد الحكومة وضد النظام في إيران مطالب وزيرة الخارجية ورئيس حزب الخضر هي بسبب الوفاة المواطنة الإيرانية التي تعرضت إلى التعديب عندما تم اعتقالها واتهمت بأنها لا تلبس الحجاب بالشكل الصحيح لذلك الآن وزيرة الخارجية الألمانية تطالب بعقوبات اقتصادية على إيران إذن أصدقائي حاولت أن أقربكم بجميع الأخبار التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية لتكونوا على معرفة بكل شيء وبطبيعة الحال مرحبا بجميع آرائكم بكل حرية بكل أمانة نحن نؤمن بالحرية ونظام الرأي والرأي الآخر فمرحبا بجميع تعليقاتكم المحترمة والاختلاف لا يفسد للود قضية شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء